أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة عن تشكيل لجنة خاصة تتكون من جهاز الأمن الوطني وقسم جريمة الاقتصادية وقيادة العمليات لمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين للتسعيرة في أسواق المحافظة على توجيهات معالي وزير الداخلية المحترم بخصوص مراقبة الأسواق وعدم السماح بارتفاع الأسعار لا ما يسمح بوفق الصعود الدولار لذلك باشرت قيادة شرطة كربلاء وبالتعاون مع قيادة عمليات الكربلاء بتشكيل لجان مشتركة واشتركت فيها كافة القوات الأمنية من أجهزة استخبارات والإضافة إلى قسم الجريمة المنظمة وكذلك اشتراك التجارة وكل الشعب المختصة في هذا الموضوع وباشرنا فعلا ميدانيا بالتجوال على أصحاب الأسواق وخاصة تجار الجملة وتم فهمهم وأبلاغهم رسميا بعدم السماح بزيادة الأسعار وفي حال تم ملاحظة أي شخص يحاول التلاعب بالسوق مستغلا هذا الظروف فسوف يتم حالته إلى الجهات المختصة لغرض تقديمه إلى العدالة لينال جزاءه العادل نعم بالتأكيد هناك نسبة ثابتة لزيادة سعر دولار على ضوء هذه النسبة تكون الجهة المختصة تراقب التاجر بحيث يجب أن لا يزيد ارتفاع سعر المادة عن هذه النسبة وفي حال زيادة المادة التجارية عن هذه النسبة فسوف يحال إلى القضاء ترجمة نانسي قنقر